موسيقى موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام أهلا بكم أسديروت ومستوطنات الغلاف مجددا هدف لصواريخ المقاومة الفلسطينية من غزة المقاومة بمختلف مكوناتها توسع عمليات التصدي للاحتلال في مناطق شمال القطاع وجنوبه في المقابل حصر الجنود الإسرائيليون على السهداف المدنيين في بيوتهم وحول شاحنات المساعدات في مشهد يؤكد حرب التجويع والإبادة الجماعية وبعد حملة لتشويه دورها كان لافتا بيان من الأنروا تهمت فيه تل أبي بتعذيب عدد من موظفيها المعتقلين وفيما كان المبعوث الأمريكي موس هوكستين يقول من بيروت إن أي حرب محدودة عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية لن يكون ممكنا احتواؤها كانت إسرائيل تصاعد على جبهة الجنوب تستهدف المدنيين وفرق الإسعاف وتحاول التسلل فتفجر المقاومة في وجهها مفاجأة أولى وتدك مواقعها وحشودها ومستوطناتها فيما تبدو واشنطن عاجزة أو غير قادرة أو أنها لا تعمل جديا على فرض هدنة أما على جبهة اليمنح فصنعاء تجدد إصرارها على قطع شريان التجارة البحرية الإسرائيلي مادام التل أبيب تحاصر غزة وتمنع الغذاء عنها فتستهدف سفينة إسرائيلية في بحر العرب بعد ساعات من تنفيذ عملية ضد بوارج حربية أمريكية في البحر الأحمر أما على مسار المفاوضات مصدر قيادي ميداني في المقاومة يؤكد للميادين من غزة أن استمرار الحصار وسياسة التجويع يفجران المفاوضات وفي مكان آخر تقول حماس إنها لا تعرف الحية من الميت بين الأسرى الإسرائيليين وتنسف الرواية الإسرائيلية وتؤكد أن مفاوضية الأبيب لم يذكر هذه المسألة في أي أوراق أو اقتراحات في واشنطن أظهر استطلاع للرأي تراجع تأييد الشارع الأمريكي لإسرائيل إلى أدنى مستوياته منذ عشرين عاما وفيما كان عضو كابينة الحرب بني جانس يجول على المسؤولين في واشنطن ويبحثوا وفق البيت الأبيض العمليات على أرض غزة واتفاق التبادل انبرى وزراء نتنياهو لكي للاتهامات بحقه فيما ذهب معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إلى دراسة الأثار المترتبة على هذه الزيارة مشاهدين الكرام مرحبا بكم من جديد وأرحب أيضا بضيوفي الكرام أرحب بك هنا ضيفي في الاستوديو الأكاديمي والخبير بالعلاقات الدولية دكتور علي شكر مرحبا دكتور كما أرحب أيضا بضيفي من واشنطن الدبلوماسية الصابق مايكل سبيرنجمان مرحبا بكم سيد مايكل قبل أن نبدأ الحوار أمتقل لمشاهدين الكرام إلى قطاع غزة إلى رفح تحديدا لمتابعة آخر المستجدات مع زميل الصحفي عالم الدين الصباح بعد التحية يعني آخر تطورات المشهد مشهد العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لعم مروان بالطبع الغارات الإسرائيلية لازالت متواصلة على مناطق متفرقة من قطاع غزة لتسيام المناطق الجنوبية للغطاع حيث قصفت الطائرة الإسرائيلية منزلا في محيط المشفى الأوروبي شرقي مدينة خانيونس انتشلت الطواقم الطبية ستة شهداء وعدد كبير من الجرحة التي وصلوا إلى المشفى الأوروبي في المناطق الشرقية لمدينة خانيونس ولازالت طواقم الدفاع المدني تحاول الوصول إلى عدد من المفقودين تحت أنقاض هذا المنزل فيما انتهت أعمال البحث عن مفقودين أسفل منزلين أو أسفل ركام منزلين تم السيدافهما أمس في رفح بعد أن انتشرت الطواقم الطبية 19 شهيدا وعدد كبير من الإصابات جلهم من الأطفال والنساء والنازعين من مناطق متفرقة من قطاع غزة فيما لا تزال المدفعية الإسرائيلية تجدد قصفها بين الآن والآخر لمناطق واسعة من مدينة خانيونس لأسيما المناطق الجنوبية والمناطق الوسطى للمدينة حيث يسمع دوي انفجارات كبيرة في هذه المناطق فيما أيضا لا تزال آليات الاحتلال تحاصر عدد كبير من السكان والمواطنين في مدينة حمد في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة خانيونس علما بأن هذه المنطقة صنفها الاحتلال سابقا بأنها منطقة آمنة والآن هو يحاصر من يتواجدون في هذه المنطقة هو استطلاق نار كثيف من قبل الآليات بين الآن والآخر والسداف أيضا من قبل القناصة الإسرائيلية لجميع من يحاول التحرك في هذه المنطقة حيث انتشرت الطاقم الطبية والمواطنين تسعة شهداء وصلوا إلى مشفى النجدار أمس إلى اثنين من المناطق التي يتم السدافة من قبل القناصة الإسرائيلية ومن قبل آليات الاحتلال فيما التي يزال القصف المدفع متواصل شرقي مخيم البوريج في المنطقة الوسطى وقد قسم في الطائرات الإسرائيلية أيضا منزلا في مخيم النصيرات في المنطقة الغربية للمنطقة الوسطى حيث انتشل عدد من الشهداء وعدد من الإصابات وصلوا إلى مشفى العودة في المخيم النصيرات في المنطقة الوسطى أيضا قبل عدة ساعات مرت من هنا عدد من الشاحنات المساعدات والتي كانت تحتوي على طحين ومواد تموينية كانت في طريقها إلى مناطق شمال قطاع غزة ومدينة غزة حيث وصلت قبل قليل إلى منطقة دور الكويت في المنطقة الجنوبية لمدينة غزة كان هناك بالطبع مواطنين ينتظرون هذه المساعدات ولكن أهلية الاحتلال تقدمت بشكل مفاجئ وأطلقت نيران بشكل مكثف جدا باتجاه من كانوا ينتظرون هذه الشاحنات المنصق لها من قبل أنر وبعض من المنظمات الدولية تم انتشار عدد من الإصابات وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي وبعد ذلك لم يعرف أحد ماذا حصل في هذه المنطقة التي تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل الأليات الإسرائيلية فيما جددت الطائرات الحربية قصفها لمناطق شمال قطاع غزة نتحدث عن سلسلة من الغارات العنيفة استدفت منطقة العجارم ومنطقة محيط التعليم ومنطقة مشروع بيت لاهي في المناطق الشمالية فيما أيضا تعرضت مدينة بيت حنون في المناطق الشمالية الشرقية لقطاع غزة إلى قصف عنيف من الطائرات الحربية وأيضا من قبل المدفعية للصلاعية المتمركزة شرقي هذه البلدة فيما لا يزال مجمع أو عفوا مستشفى كمال عدوان متوقف عن العمل منذ عدة أيام نتيجة عدم دخول أي شاحنات محملة بالوقود أو حتى بالمسلزمات الطبية إلى هذا المشفى الذي توقفت موالداته عن العمل بشكل كامل مما أدى إلى ارتقاء أطفال شهداء نتيجة فؤال تغذية ونتيجة أيضا الجفاف وعدم توفر الحليب المقصص للأطفال الرضع فيما بقي ستة أطفال بحالة الخطر الشديد داخل هذا المشفى وفيما لا يزال أيضا مجمع ناصر الطبي متوقف عن العمل في مدينة خانيونس بعد تحويله إلى ثقنة عسكرية من قبل الاحتلال الإسرائيلي وكما ذكرت سابقا منظمة الصحة العالمية أن هذا المجمع يعتبر العمود الفقري للقطاع الصحي في المنطقة الجنوبية لقطاع غزة حتى مشفى الأمل أيضا متوقف عن العمل وهو مشفى تابع للهلال الأحمر الفلسطيني وحتى مشفى الخير والذي انتشلت منه الطاقم الطبية قبل يومين شهيدة مجهولة الهوية وصلت إلى مشفى النجار هنا لازال هذا المشفى أيضا متوقف عن العمل وأن أي صبات أو شهداء يتم انتشارهم من مدينة خانيونس يتم نقلهم إلى مشفى النجار في رفح وحتى إلى مشفى شداء لقصة في المنطقة الوسطى المجمل مروان لازالت الغارات الإسرائيلية متواصلة ولازالت الاحتلال مناطق شمال قطاع غزة ومدينة غزة ولازال يستهدف أيضا المواطنين الذين يحاولون الحصول على هذه المساعدات على الرغم من التنصيق لدخولها مع الأنر وحتى المنظمات الدولية هذه صورة الوضع حتى الآن مروان مع التواصل المجازر الإسرائيلية والغارات الإسرائيلية والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة شكرا لك زميل الصحفي من رفح عالم الدين صباح أرحب بك ضيفي هنا في الأستوديو من جديد دكتور علي شكر يعني كما تبعت ما ذكروا زميل الصحفي من رفح عمليا العدوان مستمر يعني عدوان الإبادة وحرب التجويع عمليا هي مستمرة على قطاع غزة في ضوء كل هذا الآن بني جانس عضو مجلس الحرب ويزور الولايات المتحدة الأمريكية وهي زيارة وفقا للأنباء لم تحظى بقبول بن يمين نتنيا وبتقديرك لماذا هذه الزيارة كيف تابعتها ما هي مخرجاتها على الأرض يعني من الواضح حتى الآن بأن هناك إطارا عاما للحرب لا تزال تسير وفقه على مستوى التفاصيل هناك الكثير من التغييرات التي وإن لم تحدث حتى الآن أي تغيير جزري على المسار العام ولكن أعتقد أن التراكم مع الوقت سيؤدي إلى تغييرات سنلحظة في المراحل المستقبلية لا سيما إذا ما أخذنا بالاعتبار مسألة بدء الحملة الانتخابية الأمريكية والمتغيرات التي حصلت على مستوى النتائج المرتبطة سواء كانت على مستوى الحزب الديمقراطي أو على مستوى الحزب الجمهوري تقدم ترامب والتراجع على مستوى بايدن خاصة إذا ما نظرنا إلى المائة ألف الذين صوتوا ولم يعطوا أصواتهم لبايدن بالتحديد أنه معطل الحزب الديمقراطي كل هذه القضايا تؤشر إلى أن هناك نوع من الإرباك على مستوى الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالتعاطي مع إدارة هذه المعركة في المدى المنظور على المستوى الإسرائيلي أيضا من الواضح بأن الانقسام في الداخل الإسرائيلي أصبح كبيرا واستطلاعات الرأي التي حصلت مؤخرا أحد الاستطلاعات يبين عن أن نتنياهو في حال ذهبت إسرائيل إلى انتخابات سيحصل على 17 مقر فقط ومعسكر الدولة حظوظه قوية عمليا قوية جدا وبالتالي هذا الأمر يفسر لنا زيارة التي قام بها جانس الآن إلى الولايات المتحدة الأمريكية يعني ربطا بالواقع الإسرائيلي أن تغير على المستوى الداخل الإسرائيلي وفي محاولة لمحاكاة المرحلة المستقبلية على مستوى إدارة بايدن ودعمها لأي تغيير قد يحصل في المشهد الإسرائيلي مستقبلا لأننا اليوم إذا نظرنا إلى ما يحصل على مستوى إدارة هذه المعركة أمريكيا والواقع الإسرائيلي الذي تتزرع الإدارة الأمريكية بأن نتنياهو لا يرد أو لا يصغي إلى الكلام الأمريكي أو لا يزعي للضغوط الأمريكية في إدارة هذه المعركة بين مزدوجين كما تطرحه الإدارة الأمريكية هذا يبين بأن هناك طرح لخيارات أخرى على مستوى الداخل الإسرائيلي قد تكون هي متصدرة للمشهد المستقبلي السياسي في إسرائيل والذي بالإمكان من خلال هذه القنوات وأحدها هو جانس أن يكون هو الذي سيعطي التغيير في المشهد الإسرائيلي وسيخرج إسرائيل هذه المعركة وفق ما تريده الإدارة الأمريكية بشكل أوضح تماما دكتور علي ونسمع أيضا إلى رأي ضيفي من واشنطن ورحبك من جديد أستاذ مايكل سبرينغ مان وأنت دبلوماسي أمريكي سابق ونحن نتحدث عن زيارة عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانس إلى الولايات المتحدة وهو التقى كامال هارس عمليا كيف تنظر إلى هذه الزيارة؟ ما الذي يحاول المسؤولون الأمريكيون إيصاله إلى بني جانس؟ وكيف تنظر واشنطن الآن إلى مستقبل نتنياهو السياسي في ضوء بعض الخلافات التكتيكية بين إسرائيل والولايات المتحدة؟ أعتقد أن المسألة برمتها عبارة عن مسرحية الفقرة هي أعطاء الانتباع بأن الأمريكيين يشعرون بالإيهانة بسبب ما يكون به نتنياهو وأيضا بسبب الهجمات الوحشية لهذا النظام تيميز العنصري ضد المقاتلين من أجل الحرية والسكان المدنيين في المنطقة ولكن القضية هي أن نتنياهو لا يختلف عن أي من رؤساء الوزراء السابقين نعود إلى إيجاد إسرائيل بشكل غير مشروع في عام 48 بدلوا قصارى جهدهم من أجل طرد الفلسطينيين إذا لم يستطيعوا طردهم يقومون بقتلهم وفي حال عاجزوا عن قتلهم يقتون عنهم المياه والكهرباء والطعام وكل الأشكال الأخرى من الحياة على أمل طردهم من المنطقة وببساطة إسرائيل هي دولة يهودية بالكامل من النهر إلى البحر من دون أي وجود فلسطيني مسيحي أو إسلامي أو أي وجود فلسطيني على الأطلاق والفكرة برمتها إجراء المحادثات وأعطاء الانتباع بأن أمريكا بالفعل جادة إذا القيام بشيء بحق الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف هذه الهجمات الوحشية ضد الشعب الفلسطيني ولكن في الحقيقة إذا ما أراد الأمريكيون حقيقة أن يقوموا بشيء يتخذ خطوة حقيقة سيكفوا عن إرسال المساعدات الأسلحة يبقى بايدن يستمر بإرسال المساعدات أسلحة بقيمة 14 مليون دولار إلى فلسطين والنظام التمييز العنصري هذا الكيان الذي يحتل فلسطين ويريدون مواصلة المساعدة بقيمة 3.8 مليون دولار هذه المساعدات مستبر منذ ما كان أوباما بالحكم وأيضا مئتي أو ملياري دولار للفلسطين كل عام وصحيفة واشنطن بوست صباح يوم الاثنين مثلا حيت جو بايدن بايدن الذي يروج للإبادة الجمعية لأنه قام بإرسال 38 ألف وجبة طعام للذين يعانون من التجويع ولكن هذا مثير للسخرية وعبارة عن دعاية فقط حملة دعاية وبايدن هو يكشى من التداعيات النتج عن هذا الدعم المطلق لها أولاء المجانين الذين يدعون أو يزعمون بأنهم حكومة فلسطين نتحدث عن حكومة احتلال وليس إسرائيل وبالتالي يجب أن نتوقف وأن ننظر إلى الحقائق وأن نستكشف هذه الحملة الدعاية وندرك بأن كل ما يجري عبارة عن مسرحية وفقط سياسة من أجل دعم الصهايرة ومن أجل دعم الأمريكيين تماما سيد مايكل قبل أن أنتقل إليك دكتور علي سننتقل إلى رامالله لمتابعة آخر تطورات المشهد في مدن الضفة الغربية مع الزميل الصحفي فراس طنينة فراس بعد التحية المشهد الآن في مدن الضفة الغربية في ضوء الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة كان هناك اقتحام لمدينة الخليل هناك أيضا في سلفيت اندلعت مواجهات كما في قلقيليا أيضا نعم صحيح قوات الاحتلال اقتحمت مدينة سلفيت في شمال الضفة الغربية قبل قرابة الساعة واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص بكثافة نخوى الشبان دون أن يبلغ عن وقوع إصابات الاختحامات أيضا اجتمرت في معظم مناطق الضفة الغربية ففي جنوب الضفة الغربية وتحديدا في مخيم الفوار جنوب مدينة سليل أصيب طفل برصاص جيش الاحتلال في الفصد خلال إطباق قوات الاحتلال النارة على مجموعة من المواطنين المتباجدين على مقربة من مدخل المخيم فتم نقل الطفل إلى المستشفى الحكومي المستشفى عالي الحكومي في مدينة الخليل بتلقي العلاج أيضا اختحمت قوات الاحتلال بلدة عراضي جنوب مدينة جنين واعتقلت شابا وقامت بحملة تفتيش واسعة للمنازل والمحال التجارية والمركبات كما اختحمت قريتي سنجل شمال رمالة وديردبوان شرق رمالة وقامت بتفتيش المركبات وإخضاع المواطنين بالتفتيش مساء هذا اليوم أعلن عن استشهاد طفل عمر محمد مجار عشر سنوات والذي أصيب برصاص الاحتلال في الرأس في قرية بورين جنوب مدينة نابل السيحين أصيب شاب آخر بجراحة وصفت بالخطيرة في إعطاب اعتداء جيش الاحتلال عليه خلال اقتحام قرية بورين في مدينة القدس وتحديدا في مخيم قلندية شمال القدس المحتلة شيع المواطنون جثمان أبتسل مصطفى أبو شلبك من مخيم قلندية الذي استشهد صباح هذا اليوم برصاص جيش الاحتلال في مخيم الأمعري جنوب مدينة رامالله حيث اندرعت مواجهات واستباكات مسلحة أدت إلى إصابة زنديين إسرائيليين منذ السابع من أكتوبر وحتى هذا اليوم نحن نتحدث عن 421 شهيدة ارتقوا في الضفة الغربية من بينهم ثلاثة أطفال ارتقوا في محافظة رامالله والبير خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية وبينما نتحدث قوات الاحتلال تقتحم الآن مدينة قلقية شمال الضفة الغربية كما تقتحم قرى زبوبة ورمانة وقفردان ويعبد وبرقين وسيلة الحربية واليامون وجميعها من قرى وبلدات محافظة جنيه شكرا لك على هذه التفاصيل زميل الصحفي من رامالله فراس طانينة أعود إليك ضيفي هنا دكتور علي شكر وتحدث ضيفي من واشنطن مايكل سبرينجمان يقول بأن هذه مسرحية ولا توجد ضغوط عمليا بالمعنى الجدي والمعنى الحقيقي على إسرائيل ولكن السؤال ألا تخشى واشنطن على شكلها وعلى هيبتها حين نتنياهو يقول لا لأمريكا بالنظر إلى المطالبات الأمريكية لنتنياهو نسأل أيضا واشنطن هناك استحقاقات أمامها تتعلق بإدخال المساعدات تتعلق أيضا بمسألة وقف الحرب الذهاب إلى هدنة كيف سيكون شكل هذه الاستحقاقات أيضا دكتور علي يعني هذا الأمر هو سيد زحدين على المستوى الأمريكي أولا هناك انتخابات أمريكية ونحن نعلم بأن دور اللوبي الصهيوني الموجود على مستوى الداخل الأمريكي هو فاعل بشكل كبير على مستوى إدارة الانتخابات وبالتالي من مصلحة الولايات المتحدة أن تظهر بأنها تحاول مع رئيس وزراء الإسرائيلي بأن تتجاوز هذه الحرب وتذهب باتجاه هدنة ولكن هي لا تضغط بشكل فعلي أو لا تخلق مشكلة على مستوى العلاقة مع الكيان الإسرائيلي حتى لا ينعكس هذا الأمر سلبا عليها على مستوى اللوبي الداخلي وبالتالي استخدام ضغط داخلي على مستوى وسائل الإعلام أو على مستوى الحركات الانتخابية وكفأ الأصوات الصهيونية واليهودية أو الإسرائيلية بشكل عام في الداخل الأمريكي عن إدارة بايدن أو عن حزب الديمقراطي وتجييرها لصالح الحزب الجمهوري لذلك أعتقد بأن موقف السياسة الخارجية الأمريكية والموقف المرتبط بالرئيس الأمريكي بالتحديد اتجاه العلاقة مع إسرائيل في إدارة هذه المعركة هو يتماهى بين محاولة إظهار الصورة الأمريكية التي تتعاطف إنسانيا مع ما يحصل في غزة ومحاولة السعي لإعطاء المساعدات وغير ذلك مما لا يسمن ولا يغني من جوع كما يقال ولكن عمليا هي التي تدير المعركة بشكل فعلي وبالتالي إذا ما أرادت أن توقف هذه المعركة ربطا بحجم المساعدات على المستوى العسكري الذي تقدمه الكيان الإسرائيلي الذي إذا أزلناه من المشهد تنتهي المعركة عمليا لا يستطيع الكيان الإسرائيلي أن يقوم بالمعركة خارج هذه المساعدة العسكرية إضافة إلى المساعدة الاقتصادية التي تقدمها أمريكا لإسرائيل في هذه الظروف ربطا أيضا بالواقع الاقتصادي شبه المنهار يعني هناك قطاعات أساسية ومنها القطاع العقاري منها القطاع التكنولوجي ترجعت بنسبة 50% الاستثمارات فيها وهي تعتبر من القطاعات الأساسية وركائز للاقتصاد الإسرائيلي إذا ما أخرجنا العامل الاقتصادي والعامل العسكري بمعنى الدعم والتسليح وأعطاء المساعدات والتجهيزات لإسرائيل أعتقد بأن إسرائيل لا تستطيع بالاستمرار في هذه المعركة لذلك الحديث عن أن إدارة بايدن عمليا لا تقوم بأي إجراءات وضغوطات فعليا هو أمر واقعي ارتباطا بهذه المساعدات وبإدارة المعركة على هذا النحو فمن هنا يمكننا فهم الموقف الأمريكي الذي يعلن عن محاولة تقديم مساعدات أو السعي لتحقيق هدنة أو عملية الضغط وما إلى ذلك في المقابل لا تقوم بأي إجراءات ميدانية على الأرض للتخفيف من حدة هذه المعركة فهذا يرتبط بالمشهد الأمريكي الداخل المرتبط بالانتخابات وبتجيير الصورة للحزب الديمقراطي وعلى رأسه بايدن أمام الرأي العام الأمريكي ورأي العام العالمي تماما وأنتقل إليك أستاذ مايكل إذن كيف سيكون المشهد في ضوء عدم جدية الضغوط الأمريكية واستمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل أعتقد أن غياب الجدية وعدم ممارس الضغوط حقيقية على القيانة الصهيونية أعتقد أن هذا سيشجع المزيد من المعارضة حول العالم لمزيد من المظاهرات ضد الحكومة الأمريكية بسبب دعمها لأسهيونية وأيضا هذا سيشجع بقاتلين من أجل الحرية عن صرارة في اليمن سيشجعهم على مواصلة استهداف الصفن في البحر الأحمر حتى نسمع روايات بأنهم تمكنوا من قطع الكابلات في البحر الأحمر لا أعرف ما هي حقيقة هذه روايات أو هذا الأنباء ولكن كرأت ذلك قبل ساعات القضية برمتها هي كم سيسوء الوضع وهل سيدر ذلك بايدن على سعيد حدوده لإعادة الانتخاب نسمع الآن كلام عن استبدال بايدن بجارن نيوسوم وهو حاكم الديمقراطية لولاية كاليفورنيا القضية هي أن الناس يتظاهرون في المدن حول الولايات المتحدة وأيضا يخرج الناس ببيانات ومواقف معادية لإسرائيل ومعادية لليهود وأيضا يساوون اليهود وإسرائيل بالأرهاب والوحشية والجرائم وأيضا انتعاك حقوق الإنسان والإبادة الجمعية لا يتم تسليط الدوء على ذلك بشكل كبير في محاطات التلفزيونية الأمريكية أو في وسائل الإعلام أمريكية الرئيسية ولكن هذا ينتشر في العالم المقاتلون من أجل الحرية من حماس يقومون أيضا بتهريب أشرتة فيديو حول ما حصل لآلية الحرب أو آلة الحرب الإسرائيلية أي بأنها ليست بمثابة أو ليست لا تقهر وكلما استمر ذلك كل ما يستطيع سيتم النظر إلى الأمريكيين والأمريكيين على أنهم دول لا يرغبون على الإطلاق بالحرية أو الديمقراطية أو مساعدة المواطنين مساعدتهم على عيش حياة منتجة وجيدة مع وجود ما يكفي من الطعام هناك تقريبا ألف شاحنة من الطعام الإسرائيلون يسمحون فقط بإدقال مئة شاحنة كل يوم وعندما تدخل هذه الشاحنات يقوم الإسرائيلون بمهاجبة الناس الذين يحولون القصول على الطعام الطحين والخبز والزيت إلى ما ذلك ويقولون بأن الطرف الآخر لا يمكن السيطرة عليه ويمكن السيطرة على الفلسطين قوموا بأعمال شغب وكان علينا حفظ السلب حفظ النظام وبالتالي دم ذنبهم ليس دنبنا وبالتالي نحن نتعامل مع هذا الوضع وأعتقد كلما استمر هذا كلما هذا سيزيد من المشاكل للإسرائيليين والمتطرفين الصهاين وأيضا للأمريكيين مع هذا الرئيس الذي لا يدرس الأمو بشكل جيد أعتقد كل هذا سيسوء أكثر حتى السفير السابق روبرت فورد السفير السابق لدى سوريا الذي كان في العراق وأيضا أجرى الترتيبات لتدمير العراق والسوريا حتى فورد قال أن هذا أمر لا يصدق لا يمكن أن يتحمل ما يحصل هو عبارة عن وحشية وليمكن أن يوافق على ما تقوم به الحكومة الأمريكية لدعم الإسرائيليين المتطرفون الذين استولوا على فلسطين منذ عام 48 نعم دكتور أو سيد مايكل دكتور علي يعني إذن بالنظر إلى كل هذه المشهدية خاصة يعني هناك مفاوضات جارية فيها القاهرة حتى الآن وهناك مماطلة إسرائيلية واضحة هل يمكن نقول بأن المماطلة هي التي تخيم على المشهد يبدو أن نتنياهو يلعب على عامل الوقت ويلعب أيضا على أو يراهن إن صحة تعبير على حرب التجويع بأن تكون أداة تضغط على المقاومة نعم هناك أكثر من اعتبار يرتبط مسألة المفاوضات أولا الهدف النهائي من المفاوضات ما هو هذا هو السؤال الرئيسي عمليا اليوم نحن إذا ما ذهبنا باتجاه هدنة ثانية حجم هذه الهدنة المدة المرتبطة فيها صحيح المقابل وحركة حماس تريد ضمانات بأن لا تعود الحرب صحيح فبالتالي هذه النقطة الأساسية إذا ما خفضنا منسوب التفاؤل المتعلق بالهدن تحدثنا عن هدنة إنسانية أو غير ذلك من القضايا أيضا طبيعة هذه الهدنة والمقابل مسألة المساومة على ماذا ستكون هذه الهدنة الأسرى التي سيتم الإفراج عنهم حجم المساعدات التي ستتم تخفيف حدة الحصار كل هذه القضايا حتى الآن الإسرائيلي متعنت في كل هذه القضايا أيضا المقاومة تراهن على أن كل هذا النوع من الصمود وكل هذه المعركة التي خيضت وكل هؤلاء الشهداء الذين قدموا على مسبح حرية الدولة الفلسطينية يحتاجون إلى أن يكون هناك مقابل بالحد الأدنى يتلأم حجم التضحيات وبالتالي حتى الآن مسألة المساومة هي التي تتحكم بمسار عدم التوصل إلى هدنة معينة انطلاقا من العامل المرتبط بحجم الهدنة النهائية التي ربما يمكن الحديث عنها لاحقا وحجم المساومة المرتبط بها وانطلاقا من أننا اليوم في حال ذهبنا إلى هدنة ما هو المقابل الذي ستقدمه إسرائيل للفلسطينيين وما هو المقابل الذي سيرضى به الفلسطينيون ويقومون بإفراج عن أسرة في المقابل اليوم حجم المأساة الإنسانية التي حصلت الاستمرار في مسألة الحصار والتجويع يعني مجزرة الطحين وحدها هي عامل يؤشر على أن الإسرائيلي لا يزال في ظل الحديث عن تفاوض وفي ظل المسار التفاوض القائم وذهاب باتجاه البحث في كيفية إجراء الهدنة لا يزال يرتكب المجازر ولا يزال يمنى حتى دخول الأغذية والأدوية إلى الداخل الفلسطيني إلى جانب أن الحديث عن إمكانية إنزال مساعدات هي شبه فلكلورية سواء على المستوى العربي أو الغربي للأسف يعني كل هذه القضايا من ينزل المساعدات جوا هو قادر عمليا على ضغط لدخولها برا هو يساعد الإسرائيلي على الإمساك وزيادة قبضة الإمساك على الحصار في غزة وبالتالي ينزل المساعدات بشكل جوي وينصق مع الإسرائيلي في هذا الأمر وهذا أمر غير منطقي عمليا وهذا أيضا سيكون له تدعيات بالمناسبة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من الأنر وفي قطاع غزة وهي مسؤولة أيضا عن هذا الجانب وهي تتعرض للتقليص وتتعرض أيضا للاستهداف بطبيعة الحال دكتور علي عودة إليك أستاذ مايكل أريد منك تعليقا سنعود إلى رحلة جانس إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسائل إعلام إسرائيلية سيد مايكل تقول بأنه هذه الجولة جولة جانس إلى الولايات المتحدة هي خير لإسرائيل ومن لا يستطيعون فهم ذلك هم يعانون من عمل استراتيجي خطير ومن المرجح أن جانس حاول تهدئة الأمور وخلق مساحة عمل إضافية لإسرائيل استعدادا لعملية محتملة في رفح وأيضا إمكانية يعني توسيع المعركة في لبنان لا أعتقد أن المسألة هي مسألة العمل الاستراتيجي ولكن أعتقد أن التعليقات الأخرى جانس موجودة في الولايات المتحدة هذا أمر مفيد لإسرائيل لأنه يحاول أن يخفف من بعض التوتر وأيضا يبدل قصار جهده كان يتأكد من أن المساعدات الأمريكية والأسلحة الأمريكية ستستمر بالتضفق بما في ذلك آلاف الأمريكيين الذين سافروا إسرائيل من أجل الاندمام إلى الجيش والمقاتل أو قوض الحرب ضد الفلسطينيين حتى جنود الأمريكيين حسب الروايات هم أيضا موجودون على الأرض في فلسطين المحتلة لأن الإسرائيلين يكشون الدخول إلى الأنفاق وأعتقد بالفعل أن هذا أمر جيد لليهود هناك لأنهم سيحصلون على مزيد من الدعم والمساعدة من الأمريكيين وسيحاولون أيضا تهدئة أصوات المعرض الأصوات التي تتحدث عن إبادة جامعية وعن محرقة بحق فلسطين أعتقد أن جنس يبدل قصار جهده كي يؤكد بأن الدعم الأمريكي لإسرائيل سيستمر وفي نفس الوقت محاولة تلميع السورة من قلال إنزال المساعدات في حال أراد الأمريكيون فعل التحرك بشكل حقيقي لكانوا استخدموا صفن في البحر المتوسط من أجل إرسال الطعام والمساعدات الطبية والأدوية والمساعدة مساعدة الفلسطيني الذين يموتون ويقتلون وإعادة أعمار المزال منازل المدمرة أعتقد أن تقريبا 80% من غازة أصبحت ركام وأيضا هناك العديد من الناس تحت الركام وتوفوا وبالتالي أعتقد أن مسألة هي مسألة سياسية إرسال جنس إلى الولايات المتحدة وذلك كي يؤكد المزيد من الدعم الأمريكي لإسرائيل وأن يحظى بهذا الغطاء والقول بأنهم يساعدون الفرسين ولكن في نفس الوقت لا يكمون بشيء حقيقة دكتور علي أيضا هناك حديث في الإعلام الإسرائيلي أنه سيكون استعداد لتوسيع العملية أو لشن عملية برية في رفح ولتوسيع العملية في لبنان وهناك نوايا إسرائيلية دائما المسؤولون في تل أبيب يتحدثون عن ذلك ونتنياهو يتحدث عن ذلك بما يتعلق بلبنان وبما يتعلق بهذا المشهد عمليا الموفد الأمريكي إلى لبنان عموس هوكستاين ووصل إلى بيروت ارتقى اليوم أيضا رئيس مجلس النواب اللبناني سيد نبيه بر بتقديرك ما الذي حمله هوكستاين في هذا التوقيت مدى عن هذه الزيارة عمليا يعني أعتقد بأن زيارة هوكستاين لم تختلف عما سبقها من زيارة إلى لبنان تحديدا دائما عندما يكون الحديث عن محاولة توسيع الجبهة مع لبنان يكون هناك زيارة لبلورة ربما موقف أمريكي معين حول هذا الأمر ولمحاولة خلق بزار يمكننا القول فيما يتعلق بالملف اللبناني وهذا السعي دأوبة الإدارة الأمريكية على العمل عليه منذ فترة عندما طرحت مسألة تطبيق القرار 1701 وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية مقابل تراجع المقاومة إلى مساحات جغرافية معينة وبالتالي إنهاء الملف اللبناني وإخراجه من مسألة المشهد المرتبط بوحدة الساحات هذا الأمر أعتقد بأن الإدارة الأمريكية لا تزال تعول عليه وتسعى من وقت إلى آخر في أن تحمل من خلال مبعوثيها حجم التهديد الإسرائيلي لتوسعة الحرب ولبنان لا يتحمل كما دائما تكرر الإدارة الأمريكية وبالتالي في سعي منها لمحاولة حل هذه الإشكالية يتم الحديث عن إمكانية تحييد الملف اللبناني انطلاقا من ما تطرحه أمريكا على هذا المستوى أعتقد بأن هذا الأمر يعني هذه الزيارة لم تختلف عن زيارات السابقة هي مرتبطة بهذا الموضوع بشكل فعلي ولكن الأهم من ذلك بأن الإسرائيلي منذ بداية هذه المعركة هو يطرح دائما ويهدد بأن الجبهة الشمالية المرتبطة بلبنان ستتوسع سيكون هناك حرب مدمرة منذ نحو خمسة أشهر يعني هذا الأمر حتى قبل انطلاقة الحرب في غزة بالتالي الإسرائيلي دائما نحن نعلم بأنه عندما يريد أن يقوم بمعركة يقوم بالمعركة بشكل مباشر ولا يتحدث عن السعي لإقامة هذه المعركة لذلك أعتقد أنه من الواضح بالإضافة إلى ما تقوم به المقاومة في لبنان من عمليات التي دعوى وشاهدنا في اليومين الموطيين محاولات تسلل إسرائيلي تم منعها أيضا مسألة التوازن في مسألة الضربات الاستراتيجية والدقيقة التي تقدمها المقاومة على مستوى إسهداف الداخل الإسرائيلي على كل المستويات وعلى كل مساحة الشريط بين لبنان وفلسطين المحتلة بتالي كل هذه القضايا تبين عن أن هناك شبه استحالة لأن تقوم إسرائيل بتوسعة الجبهة كما تطرح دائما انطلاقا من عملية الردع الموجودة ومن خطورة هذا الأمر على الداخل الإسرائيلي وعلى الجيش الإسرائيلي الذي أصبح شبه مستنزف بعد هذه الأشهر من المعارك تماما سادة مايكل إذن واشنطن التي أرسلت عمليا الموفد الأمريكي إلى لبنان عموس هوكستين كيف تقارب الرؤية الإسرائيلية المتعلقة بلبنان أو بتوسيع الحرب مع لبنان أعتقد أن الأمريكيين يدعمون الإسرائيليين وبالفعل يروق لهم الفكرة للقيانة الصهيونية أو يحاولون تخويف حزب الله والمقاومة في لبنان وذلك بقيت عدم خوض القتال بإذن يستخدمون هذه الذريعة الحرب الشاملة واستخدام القوى الجوية الإسرائيلية للتدمير المزيد من المدن والكرة في لبنان يريدون التهديد إطلاق التهديدات وتوجيه رسالة إلى حزب الله والحكومة اللبنانية التهديد مفاده سنندمر ما تبقى من لبنان البنية التحتية والاقتصاد والمدن والمناطق والناس في حال تجرعتم وسمحتم لحزب الله بالقتال وفتح جبهة ثانية في شبال إسرائيل ولكن أعتقد أن قادت حزب الله مثل السيد ناصر الله تبنوا مقاربة هادئة ومنضبطة وفي وقت ما الإسرائيليون سيبالغون بالعمل وسيدل حزب الله وسيكون إسرائيل بحالة صعبة جدا لأنه سيكون صعب لإسرائيل أن تسيطر على الوضع في حال وصلت أمور إلى هذه المرحلة وهذا سيوحك در الكبير بالحليف الإسرائيلي بالنسبة للأمريكين وحزب الله وأنصار الله في اليمن وحماس كل هؤلاء سيضعون الطرف المقابل في ضغط وفي ماضي الحقيقية ونعمل إن شاء الله نعمل أن تستسلم الدولة الإرهابية الإسرائيلية وأن تزول هذه الدولة وأن نرى فرسطين من البحر إلى النهر نعم إذن بعد استخدام الفيتو الأمريكي مرات عديدة في خطوة لمنع مجلس الأمن الدولي من الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة طارئة أجمعت فيها الأغلبية الصاحقة من الأعضاء على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والأخذ بإجراءات محكمة العدل الدولية هذا التقرير لينيزار عبود إسرائيل تمثل مجدداً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على خلفية جرائمها المتمادية في غزة بعدما سدت الولايات المتحدة أبواب مجلس الأمن الدولي دفاعاً عنها قتل ألاف الأطفال وهم يتوسلون الطعام يرون طفولتهم تتبخر وسط أهوال الحرب لكن هذه الأصوات لم تثني الوفدة الأمريكية المتمسكة برفض أي قرار يطلب وقف إطلاق النار ولو لوضع حد للمجاعة المستفحلة مشروع القرار الذي طرح على مجلس الأمن ما كان ليؤدي إلى سلام يصمد وربما أدى إلى نتائج عكسية هذا الموقف الأمريكي جعل أنصار فلسطين يساعدون مطالبهم ويحثون الغالبية الساحقة من الدول على معاقبة المعتدي بالمقاطعة وصولا إلى تجميد العضوية في المنظمة الدولية هناك سبب جعل التطهير العرقي ممكنا في فلسطين والفصط العسكري ممكنا في فلسطين والإبادة ممكنة في فلسطين أيضا إنها ثقة الفاعل بأنه لن يحسب أبدا نحف المجتمع الدولي والدول ذات السيادة على تطبيق إجراءات تضع حدا لحرب الإبادة والعدوان على الشعب الفلسطيني ومن ضمنها فرض عقوبات اقتصادية جماعية وفردية أما الجزائر صاحبة مشروع القرار فحضرت من السياسة الأمريكية على استقرار المنطقة وتمسكت بحقوق الشعب الفلسطيني واستقرار المنطقة قاطبة لن يتحقق قبل رفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني لذا ندعو المجموعة الدولية للتحرك سريعا ومن دون أي تأخير والبداية تكون بوقف إطلاق النار بغزة الكتر السياسية المختلفة مستنفرة في داخل المنظمة الدولية وخارجها وتواصل بذل كل الجهود الممكنة من أجل وضع حد للإبادة الإسرائيلية ومعها تتكرس عزلة إسرائيل وتتضرر سياسة الولايات المتحدة في الصميم جراء دعمها الأعمى لها نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين دكتور علي الآن هذه السياسات الأمريكية سيكون لها تبعات بطبيعة الحال هذه التبعات تحدثة عن آثارها أيضا ضيفي من واشنطن سيد مايكل بتقديرك كيف ستواجه ما هي الرؤية الأمريكية لمواجهة تبعات وأثار موقفها ودعمها المتواصل للكيان الإسرائيلي وهناك حراك في العالم كان في واشنطن أو كان أيضا في الدول الأوروبية لإدانة كل ما يجري في غزة وأسناد الشعب الفلسطيني عمليا أعتقد بأن ما تعيشه الإدارة الأمريكية اليوم على المستوى السياسي بشكل عام ليست إدارة بايدن ولكن الإدارة الأمريكية ككل في حزبيها الجمهورية والديمقراطي على المستوى السياسي على المستوى السياسة الخارجية بالتحديد وأيضا على مستوى النظرة الداخلية للسياسة الأمريكية ولإدارة المجال السياسي الأمريكي هي أمام إشكالية أساسية أنه دائما كان الإعلام الأمريكي هو الذي يوجه الشعب الأمريكي نتحدث عن الإعلام التقليدي وسائل التواصل الاجتماعي كانت غائبة عن المشهد السياسي بشكل فعلي إلا ما خلى بعض القضايا المرتبطة بفترة حكم ترامب وما قام به من حركة احتجاجية في سياق الانتخابات التي شغلت وسائل التواصل الاجتماعي ولعبت دورا بارزا في خلال تلك المرحلة اليوم في ظل حرب غزة بدأ الأعلام التقليدي ينقل الرواية الإسرائيلية وينقل الرواية التي تريدها الإدارة الأمريكية عن طبيعة هذه الحرب وعن مشهديتها وعن الوجهة منها بأنها ذات بعد إنساني مرتبط بالإسرائيل والدفاع عنه مقابل فلسطيني الإرهاب لكن اليوم هناك تغير في الوعي هذا تغير بالوعي انطلق من البعد المرتبط بوسائل التواصل الاجتماعي التي نقلت الصورة إلى المجتمعات الغربية بشكل واضح ودقيق وسريع وبالتالي كذبت مقامة به وسائل الإعلام التقليدية هذا أدى إلى تغيير تراكم على مستوى الرأي العام الغربي لذلك شهدنا في الولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد في كافة الولايات خلال الأشهر السابقة تظاهرات ومليونية حتى وخاصة في واشرطن ونيويورك الولايات الرئيسية إضافة إلى أن نقل الصورة بشكل فعلي تترجم على مستوى الوجدان الشعبي الأمريكي وأحراق الضابط الطيار لنفسه كان أحد التعبيرات عن هذه القضية وبالتالي هذا يبين لنا بأن طبيعة الرواية الواقعية التي بدأت تصل إلى المجتمعات الغربية والأمريكية بالتحديد أصبحت تصل على حقيقتها وأصبحت تبدل في الرأي العام الأمريكي وهذا الموضوع هو الذي انعكس على الاستطلاعات المرتبطة بالانتخابات الانكفاء أولا عن الانتخابات ككل وثانيا فيما يتعلق بالحزب الديموقراطي الذي يدير هذه المعركة مع الكيان الإسرائيلي بشكل متماهي كليا خلال هذه المرحلة لذلك أعتقد بأن هذا الأمر هو أساسي على مستوى التغيير والضغط باتجاه التبدل في المشهد الأمريكي ولكن ربما لن نلحظ نتائجه بشكل كبير حاليا ربما مع الوقت يتراكم إذا ما استمرت وسائل التواصل تلعب دورها الإيجابي على هذا المستوى تماما والرواية الفلسطينية يعني هناك الكثير من القوى عمليا تسعى لتسيح الرواية الفلسطينية والسادية الفلسطينية للجمهور في أمريكا أستاذ مايكل أيضا أكمل معك ما تفضل به ضيفي هنا في الستوديو إذن يعني كل هذا الدعم الأمريكي الإدارة الأمريكية لإسرائيل كيف ستؤثر هذا أو كيف سيؤثر هذا الدعم المتواصل للكيان الإسرائيلي على اختيار يعني عملية اختيار الناخب الأمريكي في الانتخابات المقبلة وصلنا إلى المرحلة الآن وفق ما رأيته مؤخرا حيث أن الناس أصبحوا يقولون نحن لا نقتار أي شخص ولا ندعم الديمقراطيين أو لا ندعم أي من الخيارات المطروحة هذا ما حصل في ميشيغن مؤخرا حيث هناك ثقل عربي وإسلامي في تلك الولاية غالبية العرب والمسلمين لم يصوتوا لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن ورأيت أيضا مقالة لموقع عربي أمريكي هنا في واشنطن دي سي مقالة تدعو الناخبين في فيرجينيا الذين سيشاركون باستطلاع لاختيار الأعضاء في الحزب حطوا الناخبين في فيرجينيا على القيام بالمثل أي عدم التصويت لأي من الأشخاص أي من المرشحين المطرحين ويأملون بأن يؤتب ذلك أيضا على الأمريكيين وعلى الحزب الديمقراطي وعلى جو بايدن الذي يشارك بالإبادة الجمعية المشكلة هي أن الأمريكيين تظاهروا ضد الحروب في العراق والحكومة تجاهلتهم وبالتالي القضية برمتها هي كم سيستمر هذا الأمر هل سيبدأون بالتخلص من أعضاء الكونغرس الذين يدعمون الكيان الصحيوني وحرب إبادة الجمعية ضد الفلسطينين أران بوشنيل وهو الشخص الذي أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية أعتقد أنه آثار الصدمة في البلد حيث أن واشنطن بروس شنت هجوم عنيف ضده وقالت أنه ينتمي إلى عصابة دينية وأنه لم يكن راد كعضو أو كطيار في القوات الجوية وكان يعاني وترك أيضا بعض الممتلكاته وترك أيضا وصاوصية وبالتالي يبدلون قصار جهده من أجل التشويه من سمعة شخص والإساءة إلى أي شخص يشكك بالإبادة الجمعية التي تدعمها هذه الإدارة الأمريكية بالتالي نأمل بأن نرى هذا الغضب بالعدد الكافي مع أجل تقطي الحملة الدعائية الإسرائيلية وأيضا الحملة الأمريكية الدعائية وحملة الحزب الدموقراطي هذه العملة الدعائية للإدراك بأن هناك حقيقة بدلة ويجب أن نتعلم لأن الأمر سيأتي يتردنا كم سيكون عدد القتل الأمريكيين نتيجة للحروب التي تشنه إسرائيل دكتور علي هل يمكن الحديث ما بين الحزب الدموقراطي والحزب الجمهوري هل من اختلافات تتعلق بمسألة دعم إسرائيل إن تغير بايدن جاء رئيس آخر هل هذا سيختلف بما يتعلق بمسألة إدارة العدوان على قطاع غزة لأن هذه أسألة عمليا تطرحها أيضا في الشارع وبشكل كبير عمليا دكتور علي يعني من الواضح بأن هناك ارتباط عضوي بين التركيبة الأمريكية الدولة الأمريكية بجناحيها الديموقراطي والجمهوري وبين الكيان الإسرائيلي لأن دور إسرائيل بالنسبة للغرب كان بالتحديد سابقا بالنسبة لبريطانيا ومعظم الدول الغربية هو الأدات التي من خلالها تحقق مشاريعها في المنطقة وسيطرتها انتقل هذا الأمر إلى الإدارة الأمريكية لذلك أصبح هناك نوع من العلاقة العضوية المتينة جدا ولا يمكن الحديث عن التخلي الأمريكي عن دعم الكيان الإسرائيلي لأنه له دور مصلحي حيوي إسرائيل هي مجال حيوي أمريكا في منطقة الشرق الأوسط إن وجدت أمريكا عسكريا أو لم توجد إسرائيل هي القناة التي من خلالها تدير أمريكا ملفات المنطقة لذلك أعتقد بأن الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي سيقومان بنفس العمل انطلاقا من السعي للحفاظ على أمن إسرائيل ووجود إسرائيل ولكن مسألة إلى أي مدى تتضرر إسرائيل من دور أو تتضرر الإدارة الأمريكية أو المصالح الأمريكية من الدور الذي تقوم به إسرائيل وهو غير محسوب أمريكيا هذا ربما سيدفع أمريكا إلى اتخاذ موقف يوقف هذه الحرب أو يردع إسرائيل عما تقوم به ولكن طالما المصالح الأمريكية تتحقق من خلال هذا الواقع الإسرائيلي أعتقد بأن هذا الأمر مستمر على مستوى الديمقراطيين والجمهوريين وهذا الأمر يمكننا من فهم لماذا الإدارة الأمريكية لا تضغط فعليا على إيقاف هذه الحرب لأن الإدارة الأمريكية هي التي تدير هذه المعركة من خلال إسرائيل في المنطقة تماما أخيرا أتوجه إليك لأنهم يتبقى لدينا الكثير من الوقت سيد مايكل الآن القوات المسلحة اليمنية ما زالت تستهدف السفن المتوجهة إلى الكيان الإسرائيلي أو السفن الإسرائيلية وحتى الأمريكية أيضا في ضوء العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن بتقديرك أي آثار تركتها التحركات اليمنية على المصالح الأمريكية في البحر الأحمر أعتقد أن المقاتلين من أجل الحرية أي أنصار الله بالفعل تسبب بصدمة لدى الحكومة الأمريكية والحكومات الأوروبية التي تتصرف كأنها تابعة للولايات المتحدة حيث أدرك دهد أطراف بأن هؤلاء الذين كانوا في حرب لمدة عشر أعوام من قبل السعودين مع الدعم أمريكي لا زالوا لديهم هذه القدرة وهذه الأسلحة لاستهداف الصفح الأمريكية والصفح الأخرى التي تتوجه إلى القيان السرائيوني أو القيان الإسرائيلي الأمريكيون والبريطانيون يدامنون الحجر حقيقة اليمنيون لديهم ما يكفي من الذكاء لاستخدام الصواريخ المتنقلة بحيث ينقلون هذه الصواريخ بعشرين ميل بالساعة على أقصى حد والأمريكيون لا يستطيعون التعامل مع هذا وكذلك الأمر بالنسبة للبريطانيين ويبدلون قصار جهدهم من أجل الحد وأضعاف قدرات المقادرين من أجل القرية يكنون لهم بالقراهية ولا يفهمون كيف يوصلون القتال نفس الشيء ينطبق على الفلسطين حماس تواصل القتال وأغلب الفلسطينين يدعمون ذلك والأمريكيون لا يصدقون ذلك لا يصدقون بأن ما يسمى بالأعداء لديهم هذه القوة لن يستسلموا ولن يتراجعوا الأمريكيون والبريطانيون وبقية الأطراف في أوروبا لا يمكنهم التعامل مع ذلك ولا يفهمون ذلك شكرا لك ضيفي من واشنطن الدبلوماسي الصابق ماكل سبرينجمان وأيضا الشكر لك ضيفي هنا في الأسيديو الكديمي والخبير بالعلاقات الدولية دكتور علي شكر ومشاهدين الكرام أيضا نشكر زملاء الصحفيين رفقنا من رفح زميل الصحفي على مدين الصباح ومن رام الله زميل الصحفي فراس طنينا نشكركم مشاهدين على طيب المتابعة دمتم بحفظ الله ورعايته إلى اللقاء اشتركوا في القناة